ثورة أن نروح ريون الموضوع سوى زاليس أدنف ذر بعض الكتب إقساء العلاقات في حقيقة تصيق لنا ولكن مدام الوقت الثاني يلحى أن نغلب بعض تصانيف إدفان في علم الجرح والتعديل لكن قارن العلماء علمون تنقطع فيه الأنفاس هذا العلم هو علم تنقطع فيه الأنفاس أخبرنا أننا سأتحقق في سبعمائة أو خمسمائة من الدن أدوضك الظوارة من السن ليس سهلا فمنه كتب معرفة الصحابة كتب الطبقات كتب المؤتلف والمختلف كتب متفق ومفترق إلى آخره أدنف ذري والكتاب وقيت نحويجن بعد كتاب ممتاز جدا اسميس الكمال في أسماء الرجال أعظم كتاب في المجال اسميس الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبدالغني بن الواحد المقدسي كتاب قيم للغاية لابد أن يقرأ من أهل هذا الفن أو هذه الصنعة يسعى أربعة المجلدات أربعة المجلدات جهود العلماء أطاس لقدشن من أجل تهذيب هذه الكتاب بخطر من أجل التلخيص والتنقيح والتهذيب في جهود معتبرة للعلماء في خدمة هذا الكتاب كتاب الكمال في أسماء الرجال أذكر على سبيل المثال إلى كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي وقيموث سنة 742 للهجرة وهو بلغ درجة الحافظ هو حافظ الحافظ أبي الحجاج المزي إلى كتاب آخر دائما يخدم هذا الكتاب الأول الذي ذكرناه اسم استهذيب التهذيب تهذيب التهذيب وقيموث الحافظ الذهبي الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلة أم قرآن هو الإمام الذهبي موث سنة 748 للهجرة إلى ذاق العنوان واحد آخر بهذا العنوان اسم استهذيب التهذيب وتقريب التهذيب للحافظ إبن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة صاحب بلغ المرام إلى كتاب اسم زوائد الرجال على تهذيب الكمال يعني تهذيب الكمال في أسماء الرجال إن سيسما يس زوائد الرجال على تهذيب الكمال للحافظ جلال الدين الصياطي المتوفى سنة 911 جلال الدين الصياطي يجد أكثر من ثلاثمية كتاب يجد أكثر من ثلاثمية كتاب في الحياتيس سيسن كتابكي وهو من أقوى الكتب في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر